وفي ذات السياق عربت شركة غوث كيستون النفطية عن تفاؤل هائزة استنافي صادرات النفط في كردستان العراق غير أن الشركة شرعت في البحث عن مشترين محليين للنفط من حقل شيخان الكأن في الأقليم حسب ما أورد موقع انرجي فويس المتخصص بالطاقة وتوقفت صادرات النفط في كردستان عن التدفق إلى تركيا في الخامس والعشرين من آذار نتجه عنه فقدان ما يصل إلى نحو أربعة ملايين وثلاثمائة ألف برميل يومي أو ما يعادل نحو أحد عشر ألف وثمانمائة ألف برميل يوميا على أساس سنوي وتوقعت غوث كيستون أن يتراوح إجمالي حجم الإنتاج من ستة وأربعين إلى ثنين وخمسين ألف برميل يوميا خلال العام الجاري